امام قمة دكار مدبول يؤكد ان مصر وفرت البنية التحتية لجذب الاستثمارات ويعتبر وثيقة ملكية الدولة خارطة طريق للقطاع الخاص خلال مباحثات هاتفية شوكري ونظيره القبروسي يؤكدان اهمية متابعة مشروعات التعاون بصفة دورية لضمان تنفيذها كوتين يلوح بالرد على تزويد كياذا بالاسلحة الغربية وكياذا تتهم موسكو بالحشج للانتقام من المساعدات الاوروبية السادسة مساءنا بتوقيت القاهرة الرابع بتوقيت الرينتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان مصر تولي اهتماما كبيرا لقضايا التنمية في افريقيا وخلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدورة الثانية لقمة تمويل البنية التحتية في افريقيا والمنعقدة في العاصمة السنغالية دكارة اعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلع مصر لرئاسة اللجنة توجيه النباد على مستوى رؤساء الدول والحكومات خلال الدورة الحالية وذلك من اجل تعزيز دورها والتعريف باولويات التنمية في افريقيا اود ان اؤكد على تطلع مصر لرئاسة لجنة توجيه النباد على مستوى رؤساء الدول والحكومات للفترة من فبراير 23 الى فبراير 25 لتعزيز الدور الذي تقوم به الوكالة على الصعيد الدولي للتعريف باولويات التنمية في افريقيا وسد الفجوة التمويلية من اجل تحقيق اهداف اجندة التنمية الافريقية 2063 اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان محور تمويل الممرات الاقتصادية والمشروعات التنموية بالقارة الافريقية خاصة المتعلقة بالبنية التحتية يعد ركيزة اساسية نحو تخطي التحديات القائمة وعشار مدبولي الى احتياج القارة الافريقية لنحو 100 مليار دولار سنويا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية يأتي انعيقات قمتنا اليوم وما تتضمنه من فعاليات وجلسات مهمة وبحضور الشركاء الدوليين بعد مرور تسعة اعوام على تنظيم النسخة الاولى لمؤتمر تمويل مشروعات البنية التحتية في القارة الافريقية عام 2014 ليحمل دلالة واضحة على تجديد عزمنا على تطوير الشراكة بين افريقيا وشركاء الدوليين بما يمكننا من ايجاد حلول ترفع عن شعوبنا عبء الازمات المتتالية وتسهم في تأمين مستقبل افضل لهم كما يأتي محور تمويل الممرات الاقتصادية والمشروعات التنموية بقارتنا لا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية كركيزة اساسية نحو تخطي التحديات القائمة والسعي نحو تنفيذ اهداف اجندة عشرين تلاتة وستين استشير احصاءات البنك الدولي الى احتياج القارة الافريقية الى ما يقرب من مئة مليار دولار سنويا لسد الفجوة التنموية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية واضاف رئيس مجلس الوزراء ان مصر انخرطت في تجربة تنموية رائدة في مجال البنية التحتية مشيرا الى ان الاستثمارات في مجال البنية التحتية بلغت نحو مائة وسبعين مليار دولار واوضح ان ذلك اسهم في تطفير شبكة البنية التحتية القائمة وبناء مدن جديدة تعمل على جذب الاستثمارات خرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في مجال البنية التحتية على مدار الاعوام الثمانية الماضية وبلغت الاستثمارات في مجال البنية التحتية ما يقارب المائة وسبعين مليار دولار في خلال هذه السمان سنوات ولم يسهم ذلك فقط في تطوير شبكة البنية التحتية القائمة وبناء مدن جديدة تعمل على جذب الاستثمارات بل اسهم ايضا في توفير نحو خمسة مليون فرصة عمل جديدة للشباب المصري واود في هذا السياق الاشارة الى المشروع التنموي الضخم الذي ينفذ بايات مصرية وتنزانية وهي مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا والذي يعد نموذجا يحتز به للتعاون بين الدول الافريقية في المجال التنموي ويبرز الامكانات والخبرات التي تختص بها الشركات المصرية في مجال البنية التحتية وتقف مصر على أتم استعداد لمشاركة كل الخبرات مع الدول الافريقية الشقيقة وخلال مشاركته في المائدة المستديرة الرئاسية بقيمة داكار لتمويل البنية التحتية في افريقيا اكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاغذي في الاعتبار تطوير المجالات الصناعية في المحافظات والمدن المختلفة لتطوير الصناعة والاستثمار وأوضح مدبولي أن القطاع الخاص لن يتمكن من الاستثمار دون توافر البنية التحتية وإذا أردت أن تكتب بالاستثمار فبالطبع يجب عليك أن تأخذ في الاعتبار تطوير المجالات الصناعية في المحافظات والمدن المختلفة وهذا هو هدفنا الآن هو تطوير الصناعة ولا قد تمكننا كذلك من إعادة بناء الموانئ المصرية والمطارات المصرية بحيث تحقق الكفاءة في مجال الطيران المدني وتيسر كذلك عمليات الاستثمار وفي الاتصالات نحن لدينا الآن نظام وشبكة متطورة للغارة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونحن نعمل كذلك في مجال الغاز الطبيعي الذي مكن مصر الآن من تصدير الغاز الطبيعي إلى كثير من الدول الأخرى في أفريقيا وكذلك دول البحر المتوسط ودع مدبولي القطع الخاص لفتح استثمارات بمصر مؤكدا أن الدولة تقوم حاليا بتوفير البنية التحتية لجذب الاستثمارات وأوضح مدبولي أن وثيقة ملكية الدولة لها دور مهم في تسهيل الاستثمار وجذبه إلى البلاد ندعو القطاع الخاص لكي يأتي ويقوم بالمزيد من الاستثمارات القطاع الخاص لن يتمكن من الاستثمار دون توافر البنية التحتية لذا نحن نقوم بتوفير البنية التحتية حتى نتمكن من اكتذاب الاستثمار ولذلك مصر تركز في الفترة الأخيرة على هذه الخطوات وفي بعض الأحيان هذه البنية التحتية بالطبع هي ما نتعاون عليه مع القطاع الخاص لأن القطاع الخاص في بعض الأحيان يكون مترددا في الدخول في مجال تطوير البنية التحتية لذا عادة تنمينة البنية التحتية تكون مسؤولية الدولة التي تستطيع أن تقدم مثل هذا التمويل للبنية التحتية اشتركوا في القناة وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 769 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 214 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 55 طن وفي مجال الحجب والبيع بأزيدة من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تم ضبط 93 طن وفي مجال البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 51 طن وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 453 قضية من بينها 159 قضية خبز ناقص الوزن و144 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف فتم ضبط 6 قضايا بمضبطات بلغت 95 طن تزامنا مع الذكرى الحادية والسبعين لعيد الشرطة أوفدت وزارة داخلية عددا من الضباط لزيارة المستشفيات ودور رعاية الايتام والمسنات واستقبال نزلاء هذه الدور بأندية الشرطة للاحتفال معهم بعيدها كما واصل رجال الشرطة توزيع الورود على المواطنين بالشوارع على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الواحد والسبعين تواصلت زيارات وفود من رجال الشرطة إلى المرضى بالمستشفيات للاحتفال معهم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي تجسد تلاحم الشرطة مع الشعب فهنا بالمعهد القومي للأورام قدم طلبة كليات الشرطة هداية تذكارية إلى المرضى من الأطفال من من يتلقون العلاج بالمعهد وكذا ذويهم في أجواء احتفالية ساهمت في رفع الروح المعنوية للمرضى صرفنا بزيارة الأكاديمية الشرطة نتعودين عليها كل سنة تدي دعم نفسي وفرحة وبهجة للأولاد المرضى عندنا حسب فرحة ما ساعدنيش صراحة يعني وبتسامع وملو قلوب كل واحد فينا فرحة وبهجة فاجئنا بطلبة كليات الشرطة بصراحة فرحونا خالص وفرحوا الأطفال خالص واتبسطوا معاهم ولعبوهم ووزاوا عليهم الهدايا الجميلة دي بشكرهم خالص وبشكر طلبة كليات الشرطة وبشكر كل اللي كانوا موجودين معانا بصراحة وبشكر وزارة الداخلية على الهدايا الجميلة دي وكل سنة ونتوا طيبين بمناسبة 25 يلايب كما وصلت مدريات الأمن احتفالها بهذه المناسبة من خلال إيفاد مأموريات إلى عدد من المستشفيات بنطاقها وتقديم هدايا للمرضى بها أشكر الشرطة لأنها جاتنا ودعمتنا وجابت لنا هدايا ونشكرهم نشكرهم من كل قلبنا ويربنا يخليهم لي يا بصري اللي شمسك لا يمكن كريب أنا جنبك تملي ومنك كريب هندي لك عدية وقد المسؤولية وشرطة شعب إحنا قدنا واحدة على الغرفة كما تم إيفاد مأموريات إلى ضر رعاية المسنين للاحتفال معهم بعيد الشرطة عيث تحرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم لهم بصفة دائمة ووقتي لما تحتاجينا إحنا دايما هنا لمرة حست بخوف وأدي الصروف ما فيش أي قوة تهسنا حريب نشكر وزارة الداخلية أني جيت لنا النهاردة وشرفتنا الدار وبتراعي المسنين بطريقة كويسة جداً كما تم إصطحاب نزيلات دور رعاية المسنات إلى أندية الشرطة للاحتفال معهم بعيد الشرطة في أجواء غلبت عليها الفرحة والبهجة اليوم النهاردة جميل جداً بالن cabeaux بالنس اللي معانا الناس اللي شرفونا الناس اللي مبينسونااش ابداً أنا مبسوطة وسعيدة جداً إلي أنا مع الشرتة بشراحة مش تايبنا في أي مناجب بييجوا في العيد ويجوا في أي مناجب تختروا على بالك تلقني السرطة بطراعي يجوا لنا ويدونا هدايا ورفان رحنا أنا مبسوطة جداً للناس معانا ويتحبنا ويتساندنا وأنا أول مرة كمان أطلع مع وزارة الداخلية رحلة على النير الزباط بيعملوا ويانا بصراحة ربنا كل خير ما بيصوبوا ناس وبيجبرنا هدايا ورفقين رأسنا في بلدنا بصراحة ربنا إيديهم ما بتملس علينا كده إحنا بنحس بالطمأنينة في بلدنا واستقبلت أندية الشرطة عددا من الأطفال نزلاء دور رعاية الأيتام وتم تنظيم احتفالات وفقرات ترفيهية لهم في إطار الدعم المقدم لهم من وزارة الداخلية على مدار العام وأكذا استقبلت المواقع الشرطية الأطفال من نزلاء هذه الدور لتعرفهم بدور بعض القطاعات والإدارات الشرطية المختلفة في خدمة المواطنين موسيقى تلقى وزير الخارجية سمح شكري اتصالا هاتفيا من نظره القبروسية يوانيس كاسوليدس حيث تنول مختلفة جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت تطورا نوعيا كبيرا خلال السنوات الماضية خلال الاتصال أكد الجانباني على أهمية متابعة مشروعات التعاون بصفة دورية لضمان تنفيذها بما يعود بالمنفعة والمصلحة على شعبي البلدين مشيدا بقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأواصر الصداقة التي تجمع بينهما حيث تم الاتفاق على مواصلة التنصيق فيما بينهم فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية سمح شكري عمق العلاقات المصرية الإيطالية وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده خلال الفترة الأخيرة وخلال لقائه استيفانيا كاراكسي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالية شدد شكري على اهتمام مصر بتيسير تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى القطاعات الواعدة بالسوق المصرية وتعزيز انقراط الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في المشروعات الوطنية التنموية من جانبها أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية على الأولوية التي تليها بلادها لدفع تعاون مع مصر كما أثنت على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتقدم المحرز في تنفيذها تناول لقاء تعاون في عدد من المجالات وفي صدارتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجهود مكافحة الإرهاب انطلقت اليوم أعمال ورشة العمل السياسية تحت عنوان أفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع وذلك بمشاركة العديد من القوى السياسية السودانية الفاعلة تعقد ورشة العمل وسط تطلعات لأن تمثل هذه الفاعلية منبرا سودانيا وطنيا خالصا لمناقشة قضايا تحتاج إلى حلول فاعلة في إطار حوار جاد يفضي إلى توافق يلبط محاطر مهير الشعب السوداني أعقد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي يزور العراق حاليا وأكد الرئيس العراقي عمق العلاقات بين البلدين وحرص العراق على تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعيدة ومواصلة العمل والتنسيق والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك مشيرا إلى أن العراق والسعودية يعدان من ركائز الأساسية لاستقرار المنطقة خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها دول العالم وتحديات المختلفة التي تواجهها أكد وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين أن علاقات بلاده مع السعودية تطورت في المجالات النفطية والتجارية والأمنية وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عقب مباحثاتهما في بغداد أوضح وزير الخارجية العراقية أن هناك تودها سعوديا لتجديع الاستثمارات في العراق علاقات الثنائية بين الطرفين تطورت في مجالات مختلفة هناك تنسيق كامل مع الجهات المعنية والمسؤولين في المملكة حول السياسة النفطية وحول التنسيق بين البلدين ضمن إطار أوبيك وأوبك بلاس هناك تعاون مكثف حول التبادل التجاري والاستثماري ونتطلع إلى تزويد العراق بالطاقة الكهربائية سواء من خلال الشبكة السعودية أو من خلال الشبكة الخليجية من جانبها أكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان أن العلاقات مع بغداد تشهد زخما إيجابيا كبيرا وأشار وزير الخارجية السعودية إلا أن العراق يلعب دورا أساسيا في تعزيز استقرار المنطقة الحقيقة أن العلاقة تشهد زخما إيجابيا كبيرا في الفترة الأخيرة بفضل توجهات القيادتين في البلدين ونعمل بيننا وجميع المسؤولين في الحكومتين يعملون بخطة وثيقة إلى استمرار هذا الزخم والاستفادة منه في تعميق التنسيق والتعاون بالذات في الجانب الاقتصادي والتنموي وفي هذا الإطار الحقيقة ندعم كل جهود الحكومة العراقية في سبيل تعزيز الرخاء والاستقرار في العراق والسعي إلى تحقيق الاستدامة في النمو والازدهار للعراق وسوف نعمل سويا لدعم هذا والتعاون في هذا المجال بالذات من خلال تفعيل مجلس التنسيق المشترك في الأزمة الروسية الأوكرانية أكد الرئيس الروسي فلاديمير فوتين أن بلاده لديها ما ترد به على إرسال الغرب دبابات إلى أوكرانيا وخلال كلمة له بمناسبة الدكرة الثمانين لمعركة ستالنغراد قال بوتين إن النازيين الجدد عادوا ليهددوا أمن روسيا القومية وعشر إلى أن الغرب يريد القتال في أوكرانيا بأيدي الأوكرانيين عبر إرسال دبابات ليوبارد نحن مضطرون من جديد أن نجابها عدوان الغرب وعادوا يهددوننا بدبابات ليوبارد الألمانية ذات الصلبان على أجنابها ويريدون الآن أن يقاتلون في أراضي أوكرانيا بأيدي خلفاء هتلر من جماعة أتباعي بندرة أن بروبغاندا النخب الغربية المعادية لنا ولدينا أصدقاء كثيرون في كل العالم بما في ذلك في القارة الأمريكية وفي أفريقيا وفي أوروبا ولكن من يجرون دول الأوروبية بما فيها ألمانيا إلى حرب جديدة مع روسيا ويعلنوا عن هذا بالمسؤولية على أنها حقيقة واقعة من يعولون على الانتصار على روسيا في ساحة المعارف على الأغلب لا يدركون أن الحرب مع روسيا ستكون مختلفة جدا لهم حذر الكراملين من أن روسيا ستستخدم كل قدراتها لرد على إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا وذلك في تهديد يأتي بعد أيام من موافقة الغرب على إرسال دبابات تقيلة في كييف من دانبه قال وزير الخارجية روسي سردي لابروف إن القوات الروسية سترد على تسليم أسلحة غربية بعيدة المدى إلى كييف بمحاولة دفع القوات الأوكرانية بعيدا عن حدودها لإنشاء منطقة عازلة آمنة وفي تصريحات إعلامية قال لابروف إن الإجراءات الغربية تلعب دورا مهما في كيفية تفكك العمليات العسكرية الروسية موضحا أنه كلما زاد مدى الأسلحة الغربية فإن موسكو ستضطر إلى دفع قوات العدو بعيدا عن حدودها وأضاف لابروف أن الولايات المتحدة تشارط بشكل مباشر في انفجارات أنبيب غاز نورستريم اتهم رئيس الأوكراني فولاديمير زالانسكي روسيا بحجز قواتها المسلحة للانتقام من أوكرانيا وأوروبا التي تدعم كييف في مواجهة العملية العسكرية وفي مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين قال زالانسكي إن روسيا تريد الانتقام ليس فقط من أوكرانيا بل أيضا من أوروبا الحرة من جانبها أكدت رئيس المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أن الاتحاد الأوروبي يقف جنبا إلى جنب مع أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فاعتبرت المسؤولة الأوروبية أن زيارتها الحالية إلى كييف تعد رسالة أم مفادها أن أوروبا جمعا تدعم وتقف إلى جانب أوكرانيا في أزمتها أوروبا كانت إلى جانب أوكرانيا منذ اليوم الأول لأننا نعلم أن مستقبل القارة بأسريها يكتب هنا نعلم أنكم تقاتلون من أجل شيء أكبر من مجرد الدفاع عن أنفسكم إن الحرية على المحك هذه معركة بين الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية بوتين يحاول إنكار وجود أوكرانيا لكنه يخاطر في المقابل بمستقبل روسيا نفسها وافق المجلس الأوروبي على منح أوكرانيا حزمة سابعة من الدعم العسكري بقيمة 500 مليون يورو بالإضافة إلى 45 مليون يورو من أجل جهود التدريب لبعثة الدعم العسكري التابع للإتحاد الأوروبي في أوكرانيا وفي بيان قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التدبير الجديد التي يرسلها الاتحاد الأوروبي هي رسالة واضحة في وقت حساس تؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر ومدامت هناك حاجة إلى ذلك أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن روسيا نفذت هجمات صاروخية خلال 24 ساعة استهدفت البنية التحتية في سلوفانسك وكراماتورسك في دونتسك وحضر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية من هجوم صاروخي روسي جديد على الأراضي الأوكرانية على مدار اليوم الماضي شن الجيش الروسي ست ضربات صاروخية أربعة منها استهدفت البنية التحتية في سلوفانسك وكراماتورسك في منطقة دونتسك إلى جانب أربع غارات جوية لقد نفذت روسيا 73 هجوما من خلال أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ولا يزال خطر التهديد الصاروخي على الأراضي الأوكرانية قائمة السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها رداً على نهول وواشنطن توجرياني منورات جوية مشتركة فوق البحر الأصفر قرر البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة الرئيسية بمقدار خمسين نقطة أساس لتصل إلى ثلاثة بالمئة فيما تعد زيادة الخامسة على التوالي من أجل كبح التضخم تحرك المركزي الأوروبي يأتي في أول اجتماعات هذا العام بعد قرار الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء بزيادة الفائدة بمقدار خمسين وعشرين نقطة أساس فقط وذلك بعد أن رفعها خمسين نقطة أساس في ديسمبر في أعقاب أربع زيادات متتالية بمقدار خمسين وسبعين نقطة ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين أربع ونصف وأربع وخمسة وسبعين من مئة في المئة وهو أعلى مستوى منذ عام 2007 في محاولة لإبطاء معدلات التضخم أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة خمسة وعشرين من مئة بالمئة وذلك للمرة الثامنة على التوالي ودفع قرار الفيدرالي الأمريكي عددا من الدول الخليدية لرفع سعر الأساس على تسهيلات الإذاعة لليلة واحدة بخمسة وعشرين نقطة أساس في خطوة لمواجهة الضغوط الكبيرة على الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من موجة تضخمية كبيرة أعلن الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي بنسبة ربع نقطة مئوية لكن البنك واصلت تعهد بالزيادات المستمرة في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسن بعد في مواجهة التضخم وخفض الفيدرالي بذلك وطيرة رفع أسعار الفائدة التي بدأها منذ مارس الماضي وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للفيدرالي إن معدل التضخم لا يزال مرتفعة مما يعكس اختلالات العرض والطلب وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع الأمر نفسه اتخذته عدد من المصارف المركزية الخليجية حيث قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس من 4.4% إلى 4.65% كما قرر البنك المركزي السعودي رفع أسعار الفائدة موضحا أن قراره برفع الفائدة جاء في ظل التطورات النقدية في الأسواق العالمية وآخذا بالاعتبار أهداف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي من جهته قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.25% إلى 5.5% على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان سيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين ويعد رفع سعر الفائدة هو حل البنوك المركزية لمواجهة ارتفاع معدل التضخم حيث أن زيادة سعر الفائدة على الأموال يقلل من حجم الأموال التي يتعين على البنوك إقراضها مما يؤدي إلى إبطاء اقتراض المستهلك ثم إبطاء الطلب أطلق المنظمون في الاتحاد الأوروبي سعرا مرجعيا جديدا للغاز الطبيعي المسال في إطار خطط للحد من أسعار الغاز القياسية إذا ارتفعت كما فعلت العام الماضي بعد أن قلصت روسيا الإمدادات واعتبارا من 15 فبراير سيتم وضع حد أقصى للغاز في الاتحاد الأوروبي إذا تجاوز السعر القياسي 180 يورو ميجاوات الساعة لمدة ثلاثة أيام وكان 35 يورو ميجاوات ساعة أعلى من السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن سول وواشنطن أجرت مناورات جوية مشتركة فوق البحر الأصفر ردا على طموحات كوريا الشمالية المتزايدة في الحصول على أسلحة نووية قالت الوزارة إن الولايات المتحدة حلقت بطائرات قاذفة وطائرات مقاتلة من تراز F-35 وF-22 في مناورات مع مقاتلات كوريا جنوبية فوق المياه الغربية لسول تهدف المناورات إلى إظهار التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفها بكامل طاقتها في نطاق قدراتها العسكرية بعد عام على إعلان كوريا الشمالية تمسكها بوضعها كقوة نووية وإجرائها تجارب على أسلحة محظورة كل شهر تقريباً بدأ تحرك الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أجر زيارة إلى سول للمرة الثالثة بصفته وزيراً للدفاع خلال لقاءات المسؤول العسكري الأمريكي رفيع المستوى مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ووزير دفاعه قدم أوستين تعهدات بتعزيز التدريبات العسكرية والتعاون الأمني في وقت تسعى سول لتطمينات في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية الرئيس الكوري الجنوبي طلب من أوستين إجراء مشاورات جديدة بخصوص نظام ردع موسع وفعال وقوي يمكنه تهديئة مخاوف سول بشأن التهديدات النووية المتزايدة لكوريا الشمالية وهو ما أكده أوستين معتبراً أن الأصول العسكرية الأمريكية وخصوصاً القوات النووية تردع شن هجمات على الحلفاء في محطته التالية الفلبين بحث وزير الدفاع الأمريكي نشر القوات الأمريكية والأسلحة في المزيد من قواعد الجيش الفلبيني لتعزيز تدابير الردع ضد الإجراءات الصينية المتزايدة تجاه تايوان وفي المحيطين الهندي والهادئ وفي ختام الزيارة انتزع أوستين موافقة من سلطات الفلبين على استخدام أربع قواعد إضافية على أراضيها سعياً للتصدي للنفوذ الصيني رد بكين جاء فورياً إذ أصدرت الخارجية الصينية بياناً أكدت فيه أن زيادة التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والفلبين يفاقم التوتر في المنطقة ولا يخدم مساعي الاستقرار والهدوء من جهتها كانت نبرة كوريا الشمالية شديدة وحاسمة إذ توعدت بيونج يانج بالرد بشكل قاس على أي محاولة عسكرية أمريكية بالمنطقة وقالت كوريا الشمالية إن الوضع العسكري والسياسي في شب الجزيرة الكورية وفي المنطقة وصل إلى خط أحمر بسبب الأعمال العدائية الأمريكية مشيرة إلى أن لديها استراتيجية واضحة لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكي أن مجموعة بوينج فازت بعقد قيمته 1.6 مليار دولار مع واشنطن لتزويد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من يتمان ثلاثة بأنظمة توجيه وفي بيان قالت الوزارة أن العقد لا ينص على عدد محدد من أنظمة التوجيه التي ستسلمها بوينج لكنه ينص على استمراره حتى الأول من فبراير 2039 وأضحت أنه سيتم العمل في قاعدة إير فورس وان في ولاية يوتا نظم فريق مبادرة ابن أديبن زيارة خاصة لمعرفة ومعرفة القهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين وشملت زيارة تجول الأطفال في قاعدة المعرفة بالإضافة لجناح الطفل الذي شمل العديد من الأنشطة الترفيهية والتقافية هذا وقد أشهد مسؤول المعرفة بفكرة المبادرة وما حققته من نجاح كما أشهد أيضا بكافة الجهود التي تستهدف التنمية التقافية للنشأ تتواصل فعليات معرض القهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من المعرض مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم يعني بعد التحية يعني تضعنا في أدواء المعرض لديك اليوم وأبرز ما تضمنه المعرض اليوم من فعليات وأنشطة تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل اليوم الثامن لمعرض الكتاب في نسخته الرابعة والخمسين خلال السبعة أيام الأولى يعني وصل عدد الزائرين في المعرض لمليون ونصف زائر وبالأمس خصيصا برغم التقلبات الجوية التي حدثت إلا أن وصل عدد الحضور لمعرض الكتاب أكثر من 200 ألف زائر فقط من الساعة العاشرة صباحا وحتى ثامنة مساءا اليوم هو يوم مختلف فيما يتعلق بالندوات لا يقتصر المعرض فقط على ربما الكتب وأجنحة الكتب المختلفة ولكن أيضا هناك الندوات الثقافية والصالونات الثقافية وغيرها من الفعاليات والنشاطات اليوم كان من أهم النشاطات هي فعالية الهوية المصرية وبعض الندوات المختلفة التي تتحدث عن الهوية المصرية وكيفية الحفاظ على الهوية المصرية كان هناك أيضا ندوات عن فكرة محاربة الإرهاب وكيفية التعامل مع الفكر الإرهابي ولكن بجانب توعوي وبجانب ثقافي أي كيفية القراءة اللازمة والتوعية الكافية لتعامل مع الأفكار الإرهابية والحد منها من جذورها من الأساس وتنمية النشأة على هذه الأفكار التي تحارب هذه الأفكار الإرهابية كان هناك أيضا بعض الندوات الخاصة بالمرأة وتاريخ المرأة ودور المرأة وبصمة المرأة خلال السنوات الماضية ولكن لا تقتصر فقط على دور المرأة المصرية ولكن بشكل عام دور المرأة في التاريخ العالمي بشكل عام أيضا هذه الندوات والسالونات المختلفة هي بمشاركة رموز وقامات مصرية وعربية وأجنبية الآن بينما أتحدث إليكم في خلف هذه القاعة قاعة صلاح جاهين وهو بالطبع شخصية هذا العام للمعرض تكون الآن الاحتفالية الخاصة بتسليم الجوائز للفائزين بمعرض الكتاب في نسخاته الرابع والخمسين ربما دقائق وتبدأ هذه الاحتفالية لاختيار الفائزين في مختلف ربما ألوان الكتابة المختلفة أيضا بجانب هذا هناك أيضا جزء الخاص بالطفل ومسارح مختلفة للأطفال ونشاطات مختلفة للأطفال لتوعية الأطفال وأيضا بعض المنصات مثل منصة وعي على سبيل المثال وهذه المنصة الخاصة بوزارة الضمن الاجتماع التي تقوم ببعض النشاطات لتوعية جميع الفئات الأطفال والعائلات والرجال والشباب والسيدات وكل الفئات من جميع أنحاء العالم ليس فقط من مصر لتعامل مع القضايا المجتمعية المختلفة على سبيل المثال بعض هذه القضايا التعامل مع جواز صغر السن أو القاصرات على سبيل المثال التعامل مع المياه يعني مع وجود هذا الزخم الكبير في الفعاليات بالإضافة إلى أجنحة المعرض المختلفة هل برأيك يوم واحد هو كافل لزيارة المعرض؟ يعني بماذا تنصح المشاهدين؟ بالطبع استكون الإجابة على هذا السؤال لا يوما واحدا ليس كافيا لزيارة المعرض المعرض يوجد أكثر من 1074 ناشرا يشاركون من 53 دولة 53 دولة يشاركون في هذا المعرض العديد من الجاليات يتواجدون يوميا للقدرة على زيارة المعرض هو كبير جدا في المساحة أربع قاعات مختلفة كل قاعة تحتوي على الكثير والكثير من الأجنحة للثقافات العربية والثقافات المصرية والثقافات الأجنبية هذا بجانب كما ذكرت بالطبع اليوم ليس كافيا لأن هناك أيضا صالونات ثقافية ندوات ثقافية هناك أيضا فعاليات ترفيهية على سبيل المثال للأطفال والموسيقى للاستمتاع بأوقاتهم داخل المعرض فبالطبع يوما واحدا لن يكون كافيا لزيارة هذا المعرض أخيرا كريم تحدثني عن أسعار القطب لأنه في ظل الأسعار المرتفعة عالميا وأسعار الورق وأسعار الطباعة المرتفعة على مستوى العالم وهناك حديث عن أسعار الكتب المرتفعة أيضا في المعرض فهل من عروض مقدمة من دور النشر المختلفة لتيسير القراءة على الزوار المعرض ومحبي القراءة دائما معرض الكتاب يكون له طابع خاص فيما يتعلق بأسعار الكتب أو التخفيضات الخاصة بها بالفعل هذه النسخة أيضا شهدت العديد من التخفيضات والأسعار الرمزية لبعض الكتب بعض الدور النشر كان هناك تخفيضات تبدأ من 20% إلى 50% وهناك أيضا بعض الكتب بدأت بالفعل من خمسة جنيهات فقط ثمنا للكتاب ذلك هي أسعار جيدة جدا لمحبي القراءة وبالطبع راغبي الحصول على الكتب التاريخية وأيضا الكتب الحاضرة أو الكتب الحديثة ذلك هناك بالفعل كتب تبدأ من خمس جنيهات فقط هذه نقطة النقطة الأخرى هناك بعض الأماكن التي تعطي بعض الكتب بالمجان مثل هيئة الاستعلامات المصرية والتي يوجد بها بالفعل العديد من نسخ التاريخ المصري عديد من نسخ القوانين المصرية العديد من الكتب التي تصف حالة المصرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على سبيل المثال وكل هذه الكتب تقدم بالمجان في هيئة الاستعلامات المصرية وجناح هيئة الاستعلامات المصرية هنا في معرض الكتب في أرض المعرض أشترك شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصرية كنت معنا مباشرة من مقر إقامة معرض القاهرة الدولية للكتب نظمت مدرية الصحة بالمينيا قافلة طبية علاجية بأحدى قرى مركز ماطاية وذلك في إطار الاهتمام بمواطن المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاق بالمجانة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة تضمنت القافلة العديد من التخصصات وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المينيا شهدت قرى درب الأربعين بمدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد انطلق أعمال القافلة الطبية لمبادرة رئيسية حياة كريمة وتستمر أعمال القافلة الطبية لمدة يومين يتم خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف العلاق بالمجان للمواطنين وتضم القافلة العديد من التخصصات الطبية يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الصحة للوصول للقرى النائية بالمحافظات الحدودية وتوفير الخدمات الطبية والعلاقية للمواطنين نظمت مدرية الصحة بدميات قافلة طبية في قرية عرب السليمة في مركز قفر سعد بدميات ضمن رهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وقال مدير مدرية الصحة بدميات السيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بخافة التخصصات الطبية ومعملان وصيدلية وجهاز أشعة وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا الكشف بالمجان والعلاج بالمجان كشفنا وخدنا العلاج وكل حاجة بالمجان إشاعات وتحليل أنا روحت كشفت النهاردة جي أكتر من 25 عربية كشفت رغم الدنيا شيتا النهاردة شيتا جامل عندنا الكشف مجاني والعلاج مجاني وعملوا جميع الوسائل حلوة وما كلفناش أي حاجة والعلاج بالمجان وعربيات بايتة بقالها ثلاثة أيام هنا في الشتاء ومكرومين وشيلينهم على دماغنا تتابع وزارة الخارجية عن طريق القنصلية العامة لمصر في ميلانو بإيطاليا ملابسات حادث العثور على رثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة سيلوفينا بإيطاليا حيث قامت القنصلية المصرية في ميلانو بالتواصل مع السلطات الإيطالية والتي أكدت وقوع الوفاة في 14 يناير الجاري هذا وتواصل القنصلية العامة في ميلانو اتصالاتها المكثفة مع السلطات الإيطالية المعنية للوقوف على المستجدات والكشف عن نتائج التحقيقات في الوفاة كما قام القطاع القنصلية بوزارة الخارجية بالتواصل الثوري مع ذوي المواطن المصري بالقاهرة لتقديم الموساوى التعازي لأسرة الفقيد وتقديم المساعدة القنصلية لهم وجاري متابعة الموضوع للوقوف على ملبسات الحادث والعمل على نقل جثمان المتوفى إلى القاهرة فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة حرص المئات من أهل محافظة السويس على زيارة معرض أهلا رمضان أمام مسجد الأربعين لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة هذا وقد افتتح معرض أهلا رمضان الخاص بحي الأربعين بحضور محافظ السويس والقيادات التنفيذية الآن مشاهدين نتابع أهم أنباء المال والأعمال وتفاصيل مع مصطفى ميزار إليك مصطفى شكرا إلهام نمر وشكرا إيمان منصور أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشاط السادسة ونتابع فيها استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جوانب الطفرة التي حققتها مصر في مجالات البنية التحتية وفي مقدمتها توليد الطاقة الكهربائية بشقية التقليدي والمتجدد وإنشاء وتطوير الموانئ والطرق وشبكات السكك الحديدية والقطار الكهربي والمونريل جاء ذلك خلال لقائب الرئيس السنغالي بماكي صال على هامش المشاركة في قمة دكار الثانية لتمويل البنية التحتية حيث أكد رئيس الوزراء على استعداد مصر الكامل لتقديم كل خبراتها وإمكاناتها وإمكانات شركات الإنشاءات المصرية للمشاركة في جهود التنمية التي يقودها الرئيس السنغالي من جانبه قال الرئيس السنغالي إن مصر كانت دوما نموذجا متميزا لإفريقيا وفي السنوات الأخيرة حققت نجاحات واسعة في مجالات البنية الأساسية تضاف إلى جوانب تميزها أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق ميزان المدفوعات فائدا كليا بلغ 523.15 مليون دولار في نهاية سبتمبر الماضي ذكر محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية شهد التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.12% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة أرجع محافظ البنك المركزي هذا التحسن إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم النرور في قناة السويس ترح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين الحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية ومناخ الأعمال الذي توفره للمستثمرين خاصة بعد إصدار بعض الحوافز الخاصة لتسهيل الأعمال كالرخصة الذهبية للمشروعات وخلال مشاركة في فعليات اللجنة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في العاصمة المجرية بودابستا عقد رئيس المنطقة لقاءات مكثفة مع مسؤولي الوكالة المجرية لترويج الصادرات وكذلك ممثل عدد من الشركات والمستثمرين وناقش وليد جمال الدين مع مسؤولي الوكالة المجرية سبل التعاون والاستثمار في قطاعات مستهدفة وصلنا معكم إلى نهاية موجز الأخبار والنهاية أخبار اقتصاد في نشرة السادسة نعود للإستكمال ما تبقى من أخبار مع إلهام وإيمان شكرا لكم وبنهاية الأخبار الاقتصادية نكون قد وصلنا أيضا إلى نهاية النشرة إليكم عنوين الأخبار أمام قمة دكار مدبولي يؤكد أن مصر وفرت البنية التحتية لجذب الاستثمارات ويعتبر وثيقة ملكية الدولة خارطة طريق للقطاع الخاص خلال مباحثات هاتفية شكري ونظيره الكبرسي يؤكدان أهمية متابعة مشروعات التعاون بصفة دورية لضمان تنفيذها بوتين يلوح بالرد على تزويد كييف بالأسلحة الغربية وكييف تتهم موسكو بالحجد للانتقام من المساعدات الأوروبية ختموا نشرة السادسة أتاتكم من تلفزيون المصرية شكرا للمتابعة وضمتم في أمان الله شكرا للمشاهدة